موسيقى 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 غرين جلوبال الامريكية تتوقع رفع العقوبات بشكل كلي عن السودان موسيقى رئيس الوزراء يؤكد حرص السودان على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين العرب موسيقى اجتماع المركزي الامريكي موسيقى المشاهدون الافاضل مرحبا بكم في الحدث الاقتصادي ونستهله بحزمة من الاخبار المحلية الاتحادية ونناقش من لف افتتاح فعاليات معرض الصناعات السودانية ودوره في احداث النهضة الاقتصادية المطلوبة نقدم بعده طائفة من اخبار الولايات ونعرض قضية خطورة تدهور التربة والموارد الطبيعية الزراعية في المناطق الجافة بسبب التصحر ونختم بحزمتين من الاخبار الاقليمية والعالمية فابقوا معنا اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومية الفريق اول ركن بكري حسن صالح استعداد السودان التام للعمل لتعزيز العمل العربي المشترك بما يحقق مصالح الامة العربية والاسلامية ولفت لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهورية السفراء العرب المعتمدين لدى الخرطوم الى حرص السودان على توفير كافة التسهيلات والضمانات اللازمة للمستثمرين العرب بما يدفع بمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الامن الغذائي العربي الى الامة اغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مستقرا عند 3392.700.576 نقطة مقارنة بتداول اليوم مع امس فقد ارتفع حجم التداول الى 2.999.168 جنيها الى 23.295.795 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 676.8% وارتفع عدد الاوراق المالية المتداولة من 5.787 الى 44.774 ورقب نسبة ارتفاع بلغت 673.7% وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 83 الى 109 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 31.3% وشهدت حركة الاسعار في القطاعات المكونة المكوّلة لسوق الاسهم غيابا تاما عن تداولات اليوم عرض وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم على شركة جرين جلوبال الامريكية الصينية لدى لقائه وفد الشركة بمكتبه اليوم المساعدة في حل مشكلة استخدام الزئبق في استخلاص الذهب في التعدين التقليدي وتأسيس معامل لتحليل العينات الى جانب العمل على ادخال الطاقة الشمسية والبايوغاز من جهته اكد المدير العام لشركة جرين جلوبال فان وو التي تعمل في مجال التعدين بعدد من الدول الافريقية والاسيوية رغبتها الكبيرة للعمل في السودان مشيرا الى انهم اتوا الى السودان للاستثمار في قطاع المعادن خاصة وان هناك تسابق كبير من الشركات الامريكية للعمل في السودان وتابع بقوله جئنا مبكرين لكي نسبق الشركات للاستثمار في السودان خاصة بعد التوقعات الكبيرة التي تشير الى رفع العقوبات كليا عن السودان اشاد وزير ثروة الحيوانية يالاستاذ بشار جمعة ارور باهمية دور الاتحاد البيطري في ترقية وتطوير المهن البيطرية في السودان وقال لدى لقائه التعريفية التنويري بالاتحاد العام للاطباء البيطريين اليوم بمكتبه وذلك في اطار معرفة الاعباء والمهام التي تأتي على قدر التحدي نحو الاتجاه السليم والقوة الدافعة لتحقيق برامج الوزارة ان دور الطبيب البيطري مهم في تحقيق التنمية المستدامة بتماسك المهن البيطرية في تبادل الافكار والخبرات واختصاصاته في المجال العلمي وتطوير العلاقات مع الجهات ذات الصلاة توجه وزير التعاون الدولي الاستاذ ادريس سليمان اليوم الى جيبوتي مترائسا وفد السودان المشارك في سمينار مجلس الدول الافريقية الباسفيكية الذي سينعقد في العاصمة جيبوتي غدا الخميس بمشاركة الدول الاعضاء ومثلي السكرتاريا الاتحادية والاتحاد الافريقي وسيتم في الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات اهمها مستقبل الشراكة الافريقية الباسفيكية مع الاتحاد الاوروبي بعد عشرين عشرين وعلى هامش الاجتماعات سيلتقي وزير التعاون الدولي بمسؤول شؤون الدول الافريقية بالمفوضية الاوروبية ببروكسل وذلك لمناقشة سبل التعاون بين السودان والاتحاد الاوروبي اكد دكتور حسن عبدالقادر هلال وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية ضرورة تنفيذ مشروع بروتوكول ناكويا الخاص بالتقاسم المنافع الحيوية مع العالم مؤكدا ان السودان حصل على التمويل اللازم لتنفيذ المشروع من الشركاء الدوليين اوضح وزير البيئة لدى مخاطبته اليوم بقعة المجلس الوطني ورشة عمل تقاسم المنافع وبناء القدرات المؤسسية والتشريعية لتنفيذ بروتوكول ناكويا التي نظمها المجلس الاعلى للبيئة اوضح ان المشروع اصبح الان قيد التنفيذ من اجل تقاسم الموارد الحيوية والحفاظ عليها موضحا اهمية اتباع نهج سياسة مد جسور التعاون مع الدول الاخرى من خلال الاتفاقيات اعلن المهندس عبد الرحمن حجاج ادم المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة عن زيادة حصة المساجد المجانية من الكهرباء بنسبة 100% لشهر رمضان المعظم ومنح حصة كهرباء التعادي المتوسط الاستهلاك الشهري او 600 كيلو واط للمساجد الغير مدرجة بكشف الحصة الشهرية واضف ان الحصة يتم استلامها من مكاتب شركة التوزيع التي تتبع لها دور العبادة جغرافيا عقب الفاصل ننتقل لمناقش التفاصيل ملف اليوم